عملتها معكم قبل كده وهعملها تاني وهفضل عملها طول الوقت لانها من احلى الحلويات اللي جربتها حقيقي القشطوطة من احلى الحلويات اللي نقدر نقلها في الصيف حقيقي بردة وطعمها حلو جدا وبالطري كده على القلب في الحردة هنعملها من غير فصل بيض عن سفار وبطريقة سهلة وبسيطة كمان هقولك على طريقة الكرامل لو حابين تعملوها كلها بالكرامل طرية ولذيذة واحلى كمان من البرند يلا نشوف هنعملها ازاي اول حاجة معي اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة ضروري جدا ان هما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة هنحط عليهم فانيليا وهنبدأ نخفقه شوية بالمطرب واول ما نبدأ نخفق فيه هنبدأ نضيف كوباية من السكر بالتدريج ما نحطهاش مرة واحدة هنحطه بالتدريج علشان يبدأ البيض يعلى معنا ويدينا قوام الكيك السفنجي ممكن ياخد منكو حوالي عشر دقايق خفق لحد ما يوصل القوام اللي انت شايفينه ده اهم حاجة اللون يكون افتح والقوام اتضاعف ثلاث اضعاف حجمه وبعد كده هبدأ اضيف المكونات السيلة معي نص كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة ثلاثين كوباية زيت وبعد كده هستخدم المضرب اليدوي او السباتيولا من تحت الفوق علشان الهوى اللي احنا اتكون معنا مايروحش تاني وتفضل محافظة على الهوى اللي احنا كوناه بمضرب الكهربائي وبعد ما نتأكد المكونات السيلة اختلطت كويس جدا مع الخليط هنبدأ نضيف المكونات الجافة وهي عبارة عن كوباية ونص من الديق عليها معلقة كبيرة من الباكينج بودر ورشة ملح هنضفهم على مرتين او تلاتة كل مرة نضيف جزء من الديق ونبدأ نقلب من تحت الفوق لحد ما نتأكد انه اختلط كويس وبعد كده نضيف الكمية التانية في سنية مدونة زيت وهنحط عليها ورقة زبدة هنحط الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة يفضل طبعا يكون مسخن مسبقا واخد درجة الحرارة مزبوطة تاخد معاكم من 30 إلى 45 دقيقة تقريبا لو انتوا عايزين تعملوها بسوس الكرامل كلها فدي طريقة سوس الكرامل الاقتصادي كوباية من السكر هنحطها على النار لحد ما السكر يدوب معنا تماما ويتكرمل وبعد كده هنحط عليه معلقتين كبار من الزبدة ضروري جدا قبل ما نحط الزبدة نتأكد ان السكر داب تماما ومش مخرز معنا خالص بعد ما نتأكد ان الزبدة اختلطت كويس جدا مع الكرامل هنضيف كوباية من الحليب لازم اول ما الحليب بينزل شكل الكرامل كده بيمسك في بعض وبيبقى غريب ما نيقسش خالص ونفضل نقلب لحد ما الكرامل يدوب معنا تماما لازم يدوب تماما قبل ما نضيف النشا واخر حاجة معلقة كبيرة من النشا هندوبها في معلقتين من الحليب وهنضيفهم ونقلب باستمرار ما نوقفش ابدا علشان الكرامل يكون معنا ناعم واخر حاجة هي رشة الملح وبكده باجاز معي صوس كرامل ناعم وحلو جدا لكل الوصفات اللي ينفع نستخدم فيها الكرامل بعد ما الكيكة بتطلع معي من الفرن بسيبها تهدى تماما وبعد كده بشل ورقة الزبدة من تحت وبحطها في الصينية تاني علشان احط عليها الحليب معي كوبايتين ونص من الحليب هحط عليهم معلقتين سكر انا ما بحبش استخدم سكر كتير كفاية جدا معلقتين سكر وهبدأ احط الحليب كله الكمية بتاعت الكوبايتين ونص على الكيك ممكن تستخدموا الخلة وتعملهم فتحات في الكيك بس انا بشوف ان هي مش محتاجة هي بتشرب الحليب على طول هتعرفوا ان الكيك خدت الحليب بتاعها مظبوط لما تضغطوا عليها وتلاقوها بتطلع حليب معيكم اما بالنسبة لطبقة الكريمة فانتوا تقدروا تستخدموا كريمة لباني او تستخدموا كريم شانتي من اللي هو الباكت الجاهز او كريم شانتي خام لو استخدمتوا كريم شانتي خام بتحطوا له سكر ضروري جدا وتثبطوا السكر بتاعه انا استخدمت الباكت الجاهز وبتتبعوا الخطوات اللي عليه والتعليمات وبيطلع معيكم مظبوط ضروري جدا انتوا بتخفقوا الكريمة تخفقوها بحليب بارد او مية بردة هفرد الكريمة كويس جدا على الكيك وهصبطها على قد ما اقدر وبعد كده هدخلها التلاجة ساعتين تلاتة لتاني يوم براحتكم انا بفضل لها تفضل لحد تاني يوم في التلاجة وبعد كده حطت عليها التوبنج اللي انا بحبه اي توبنج تقدروا استخدموه مع الاشروطة حتى تقدروا تحطوها على روز بلبن زي ما انتم بتشتروها من برا انا استخدمت بسكوت اللوتس وبعد كده حطيت عليه سوس لوتس وده كان طعمه خطير جدا وعجب الكل وكمان اللي بالمانجة طعمها حلو جدا اما بالنسبة للفراولة فما كانش متوفر عندي فراولة فريش فكان عندي سوس الفراولة وانا عملته معاكم قبل كده وكمان هسيب لكم الطريقة بتاعته في ديسكريبشن بوكس تحت كمان استخدمت شكولاتة سبريد ده وبتاع في المايكرويف عشان تكون ثالثة معايا كده وحطيت عليها مكسرات وبندق كتير كان طعمها رهيب لازم تجربوا كل النجاهات دي احلى كمان من اللي بالكرامل شكلها حلو جدا مع لمدة الاصحاب والعيلة في الصيف جربوها وهستنى رأيكم في التعليقات لان رأيكم انا فاطمة محمد لا تنسوا الشرك في قناتي وتفعلوا القرص ولو تشوفوني على الفيسبوك اعملوا فلو بسرعة شكرا لكم شكرا للمتابعة